وقد نكونوا مقصدون و لكننا نضيفوا مقصدون يلا تفضلوا لهم مقصدون لكن كيف تتحدثون ما تعبو تفليقه برك؟ تحتاج من وقت ما حال تحتاج من وقت؟ نتبعوا هذا الدماش لا يستطيعون فيهم لماذا؟ لا تفعل هذه الانتخابات الناس يدخلون في الانتخابات تحتاجات و لكننا نحن انا شخصيا و قلت نشوف بعض الناس كيف يفوتوا على مشروع قانون على البرلمان الناس يقول لك هذا البرلمان تعسي عدو تفليقه كيف يفشح البرلمان و لا يحوص بهذه السرعة يفو صعب وار شوف انا على بالي بهذا الامر الأخ الكريم شوف كعين الناس شوف كعين الناس اراني قلتها انا قداش من المرة كعين الناس اللي هما خلصت لهم العولة تعرف العولة في البلاد نعم بالطبع العولة هما كي الناس يلحق الوقت انت عاشته يبدأوا يوجدوا في الحطب و يبدأوا يوجدوا في الناس هذا وضوك الأحزاب السياسية العولة انتهم هي الانتخابات ما همش يحوصوا من أجل جزائر جديدة ولا هم يحوصوهما فعلاً على أجل باش يخدموا المواطن المواطن راه مل منهم من المواطن ليس كامل يخبروا كثير من المواطن أخبروا 4 من أجل جيلالي في المواطن انتظروا في المواطن كانا اخبروا القاتل خارجوا من قول المواطن وقف في القلاب في التسعينات ووقف مع الحظر اللي اسمه الحزب انتعه كان بو كروح في التسعى وتسعين لما داروا احزاب جديدة بو كروح كان معهم ثم هو كان تحت القيادة انتع بو كروح لا هذه قضية واحدة احزاب جديدة ثم منعوها مدينها محمد طلب الابراهيمي هو كان ثم بو كروح في الحكومة احنا ماذا تسمع انا باش تكون الامور يعني واضحة انا ما عندي مشكلة شخصية لا معا يوسف هذا وسموه لا معا تبون ولا معا هذا امير ديزاد ولا معا سيطوت ولا معا لديش مشكلة شخصية حنا راني نحكيوه في اطار انتع البلاد ونحكيوه في اطار انتع مشروع انا يا مانيش ضد الحوار بالعكس الحوار هو هو اللي راه رح يقودنا الحل ولكن الحوار اللي نحوسوا عليه يكون حوار صارح شفاف حوار جدي ويا اخويا تشرف عليه جهة مستقلة كان درك مثلا هو ولو انه راه غير منتخب من طرف الاغلبية ولكن راه رئيس فعلي كان قادر هو كان قادر هو قال مثلا يعين شخصية مثلا من خلال مشاورات قال لذلك مثلا كين احزاب اللي راها قابلة وكين احزاب اللي راها مش قابلة مش قابلة الحوار واش هي الاشياء اللي انتم تمنعكم من الحوار ما يقدرش يتحاور معها موارا ما عندهم ليسيرفيس احزاب اللي راها محمد قال انت واش تحويس شكون هال بوشاشي طابو شكون لاخر شكون لاخر 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 قال اسم محمد اوكي انت ماركش قابل الحوار مع السلطة واش تحويس يعطينا كما قولو الخطان تاعك اعطينا المشكلة تاعك تفضل وتحزنت القواسم المشتركة تحزل القواسم المشتركة انا هني قدرت اقتراح اقتراح هو انه بحكم هو انه الناس بقراها تسعى الجزائر جديدة ها وهذه الجزائر الجديدة احنا تحدثناها قبل ما يوصل تبون هذا للرئاسة تحط مؤسسة مؤسسة راه الحمد لله عن الرجال في الداخل وفي الخارج مؤسسة يديروا على رأسها شخصية وطنية ها وفيها من الخبراء من الباحثين من الشخصية الوطنية من المؤرخين من الناس المختصين في الإحصاء ومختصين في التحليل ومختصين في العلم من الاستشراف ومختصين في مجالات مختلفة تكون مثلا متبوعة بقناة فضائية من أجل التأسيس لجمهورية جديدة وفي المقابل الناس اللي ذلك مثلا قال راه يخوضوا هذا المجال التشريع مثلا في البرنامان والله قال الحكومة اللي هي تسير الشؤون العامة والله كذا رغم هما يقوموا بيدور واحدة انت يا اذا كان رأك تحوس انت تشكل لجنة انت حوار من ناس من شخصيات اللي هما عندهم مستوى مطلوب